في أحدث خطاباته نصر الله هادئ الصوت زائغ العينين متراجعا عن وعود النصر ما كنا أمامه وما نحن أمامه الآن هو حرب نفسية الحرب النفسية وفق أمين عام حزب الله حسن نصر الله انعكست على خطابه الدفاعي وليس الهجومي كما اعتدنا عليه يجب أن لا يصغي أحد لهذه الأكاذيب ولهذه الشائعات ولهذه الحرب النفسية نصر الله يرفع مناعته أمام ما اعتبرها أكاذيب بشرب البرتقال أما لغة جسده ونظراته التي بدت زائغة فوشت ربما بالقلق الذي يعتري صدره إصبعه الذي لطالما لوح به مهددا غاب هذه المرة لعابه جف عدة مرات الحك طال ذقنه ويده ورأسه وتخلى عن لغة التحدي ليتحدث بصوت هادئ نحن مجددا أمام عملية خداع وتضليل كبير جدا هذا الخداع هو ما جعل نصر الله بحسب معارديه يتنصل من وعود سابقة وعده بالنصر في اليمن أكد بنفسه أنه جولة أمام فشل وهزيمة سعودية واضحة وانتصار يمني واضح هنا عم نحكي عن جولة ما عم نحكي بعد عن كل الحرب وبعد شرح مطول ترك شأن اليمن لليمنيين هذا شأن اليمنيين وإرادة اليمنيين وقرار اليمنيين نصر الله وعد بالنصر في سوريا نحن سماء انتصاراتها إن شاء الله وبعد عامين اعترف بالهزائم داعيا لدراسة الأسباب تخلى عن حقه بالحرب الاستباقية وبات في موقع الدفاع تناقضات حطمت كاريزما نصر الله وجعلت منه موضوع سخرية حاضرا بقوة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسبب علله بنفسه يعني كذب ببلاش كذب ببلاش رول الخطيب العربية